بتوجيه من غبطة البطريارك يوسف العبسي بطريارك الروم الملكيين الكاثوليك والسينودوس الدائم وقعت في دار مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بعمان اتفاقية تأجير مبنى المطرانية القديمة على الدوار الأول في جبل عمان لكاريتاس الأردن وجاء قرار السينودوس بعد معاينة للمبنى قام بها غبطته السادة المطارنة خلال زيارة القانونية التي انتهت في السادس من أيلول الجاري وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم كاريتاس الأردن بتنفيذ أعمال الترميم وصيانة اللازمين للمبنى وتأتي الاتفاقية التي وقعها المدبر البطرياركي للأبرشية الأرشمندريت بوليس نزهة ومدير عام كاريتاس الأردن وائل سليمان استمرارا للتعاون بين المطرانية وكاريتاس الأردن ضمن رؤى تعزيز الشراكة في برامج الكنيسة ورسالتها في الخدمة المجتمعية